اشتركوا في القناة 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 يسيروا على ذات الدرب في حمل امانة الكلمة والحفاظ على الرسالة والقيم النبيلة للصحفة متسلحا بالعديد من المبادئ الراسخة التي من اهمها ان الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة وايصالها للرأي العام بصدق ونزاهة انطلاقا من الارتباط الوثير بين حرية الكلمة المسؤولة لتحقيق المصالح العليا للوطن العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه متمنيا لكم التوفير والنجاح فجعل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله مصلحة الوطن والمواطن هي الأولوية التي لطر ما أكد عليها دائما في لقاءاته فقد كان يوجه المسؤولين باستمرار إلى أهمية التواصل مع الصحافة والرد على التساؤلات المطروحة فيها كما دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله إلى ضرورة التمسك بلقيم النبيلة لمهنة الصحافة في الموضوعية والمصداقية وتكريما لعطاء الصحافة وتحفيزهم وضع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله للأقلام الوطنية جائزة سنوية حتى تواصل آداء دورها في التعرف على مشاكل المواطن وهمومه بروح وطنية وبكل أمانة ومسؤولية بالإضافة للدفاع عن مكتسبات الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبنائه وتوعية الرأي العام بالقضايا الوطنية والتثقيف بالقضايا الإقليمية والدولية كما اهتم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رحمه الله بشكل متواصل بالجسم الصحفي في صنع القرار وإيصال الصورة الحقيقية للمسؤولين بالحكومة واعتبار ما يكتب مؤشرا وفوصلة تسير عليها وزارات الدولة ومؤسساتها لتحقيق الخير والنماء للوطن والمواطنين طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر